تحية طيبة مشاهدين و أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أفاد مرسل أخبار الآن بخروج الدفعة الخامسة من حي الوعر في مدينة حمص باتجاه مدينة جرابلس في ريف حلب بعد أن عرقلت قوات الأسط خروجهم لعدة ساعات بسبب التدقيق الأمني على أمتعتهم وتضمنت الدفعة نحو 465 أسرة من بينهم 1867 مدنيا و250 مقاتلا أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن القوات الأمنية الحكومية تواصل تقدمها من المحور الغربي لمدينة الموصل مع التوغل في الأحياء المحيطة بجامع نوري في طار المعركة لتحرير المدينة من احتلال داعش وقال قائد الشرطة الاتحادية رأت شاكر جودة أن 60 فرد من داعش قتلوا قتل أكثر من 18 فرد من ميليشيا الحوثي وصالح في مواجهات شارسة مع القوات الشرعية وضربات لمقاتلات قوات التحالف العربي في محيط معسكر خالد في مديرية موزع غربي تعز خلال الـ 24 ساعة الماضية وأشرت مصادر ميدانية إلى أن القوات الشرعية شنت قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع المتمردين السمع دوي انفجارات عنيفة من جراء القصف بالمدفعية الثقيلة قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم أن كل الخيارات مطروحة على طويلة النقاش فيما يتعلق بالتعامل مع كوريا الشمالية لكنه أضف أن الرئيس دونالد ترامب عاقد العزم على العمل مع اليابان والصين وكوريا الجنوبية للتوصل إلى حل سلمي من جهته قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه يؤيد موقف ترامب بأن الصبر الاستراتيجي مع كوريا الشمالية قد نفد وإن كل الخيارات مطروحة أشارت مصادر عالمية أمريكية أن البيت الأبيض يدرس تجديد العقوبات المفروضة حاليا على طهران مشيرة إلى أنه يعيد تقييم الاتفاق النووي معها بصورة أكثر سرامة وقال مسؤول أمريكي إن من بين الخيارات المطروحة تسويغ العقوبات لتشمل فئات أخرى لها روابط اقتصادية مع الحرس الثوري الإيراني وتأتي هذه المعطيات قبل موعد الخامس والعشرين من شهر أبريل نيسان الجاري حيث سيلتقي ممثل إيران والقوى الكبرى الست في فيينا من أجل مراجعة الاتفاق النووي قال مسؤول في البيت الأبيض إن مستشاري الرئيس دونالد ترامب سيجتمعون اليوم لبحث ما إذا كانوا سيصونه بأن يعلن سحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ ويهدف الاتفاق الذي وافقت عليه قرابة 200 دولة في باريس في عام 2015 إلى الحد من سهونة كوكب الأرض نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة